اشتركوا في القناة رابعا في هذا الشوط للتقدم في هذا الشوط الشوط الثالث على جائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحانة لسعود رحمه الله حد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثرى في محاولة لزيادة الانتصارات الظهور بمستوى متميز في هذا الشوط نشاهد المرشح الأقوى الفوز في هذا الشوط في محاولة أيضا للدخول وفعل محاولات كذلك وشاهدها من الصقر من الخارج المحاولات تأتي أيضا من الداخل في هذه اللحظة لبرايم أوبرتونست في هذا الشوط الشوط الثالث للجهاد المستوردة المنعطف الأول في هذه اللحظات التقدم للصقر المرشح الثالث القادم من الأرجنتين في محاولة أيضا لفعل شيء في هذا الشوط المحاولات تأتي من برايم أوبرتونست القادم من أمريكا لمحمد بن عبد الله الاثنيان في هذه اللحظات المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم وستيبن تايم يحاول الآن من الخارج المرشح الأقوى المرشح الثاني في هذا الشوت استيبن تايم القادم من إيرلندا يتقدم للصفل الأحمر لسمو الأمين فيصل من خالد من عبد العزيز بقيادة سيلفستر دوسوسا في هذه اللحظات استيبن تايم يتقدم يحافظ على التقدم الدخول في هذه اللحظة لثمانية عشر بوكس فيز في اللحظات الأخيرة مع محاولات كانت استيبن تايم إذن بوكس فيز القادم من أمريكا لنادر بن فالح عبد الله